كتير طرق وسط الحياة تاموا فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق 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 أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين في حديث جديد ولقاء جديد مع أم سلام اليوم كنت بقرأ في مرقص أصحاح ستة وعدد خمسة وأربعين وحصرت نهاية القصة وبحب أشاركها معاكم عن يسوع التلاميذ بيقول في إنجيل مرقص أصحاح ستة وعدد خمسة وأربعين وللوقت أصحاح ستة وعدد خمسة أصحاح ستة وعدد خمسة وإنه يسوقوا في السفينة وإنه يسوقوا في السفينة وإنهم يسوقوا في بحر الجليل في بحيرة الطبرية ويذهب إلى بيت صيدة حتى يكون قد صرف الجمع اللي كانوا مجتمعين على الجبل يسمعوا وأكيد اللي زار منكم الأراضي المقدسة وراح على هذاك المكان بيعرف عن إيش عم نحكي البحر والشط وبعدين الجبل فالجموع كانت كلها قاعدة على الجبل وأنتوا عارفين أنه بيت بطرس كان هناك والسفينة بطرس موجودة فنزلهم وحطهم بالسفينة ألزمهم ليش مرات يسوع بلزمنا ندخل في ظروف معينة وشو صار معاه قال مضى إلى الجبل ليصلي تركهم في السفينة لوحديهم وبقولوا لما صارت المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده فيسوع لما ألزمهم يدخلوا السفينة السفينة دخلت إلى العبر وهو كان على البحر وحده وكان يصلي ويراقبهم واللي بحصرني أنه في عدد 48 بقول ورآهم معذبين هل فعلا الرب بلزمنا مرات ندخل في ظروف نتعذب فيها؟ رأاهم معذبين طب ما هن كلهم صيادين شو اللي معذبهم بالبحر؟ مفروض يعرفوا للبحر مفروض يقدر يطلعوا من البحر وبعدين ليش يسوع ألزمهم يدخلوا السفينة ويدخلوا إلى العبر؟ هل يسوع برضى مرات أنه إحنا ندخل في ظروف نتعذب فيها؟ وهذا سؤال حيرني كتير مرات كتير بيكون يراقبنا من بعيد ليش؟ هل بدي يشوف إذا إحنا إلنا حيلة أو وسيلة نقدر نخلص نفوسنا؟ أو بدي إيانا خبراتنا اللي إحنا مقتدرين عليها في هاي الحياة نعملها ونوري إنه إحنا بدراعنا منقدر نطلع من الظرف اللي موجودين فيه؟ مرات الله بسمح زي الأب يعني إحنا كوننا كأباء مرات أولادنا بدهم يغلطوا نسمح لهم يغلطوا غلط ونبقى نراقب فيهم من بعيد ليش؟ بدنا هذا الولد يتعلم يوقف على رجليه أو هاي البنت ويستفيد من الخبرة وما يضل يقول أنا بعرف في مرات إحنا منسمي ولادنا أبو العريف يعني كل شي بيعرفه ممكن أنت تقول له أي شي يقولك لا مش هيك الطريقة أنا بعرف أحسن وبيصيروا بدهم يعلموا علينا فلما منشوفهم مرات بدهم يروحوا على أماكن فيها انزلاقات طبعا مش إشي ضرهم لكن نسمح لهم يروحوا أنا بتهيق لي يسوع هون ألزم تلاميذه كأب بده يشوف ولاده هدول اللي مقتدرين في البحر اللي وظيفتهم الصيد والسمك اللي هن ولاد المي ولاد البحر يدخلوا يتعذبوا شوي جوا بعدين بقول ليش؟ قال لي أنا الريح كانت ضدهم وكتير مرات في ظروف الحياة إحنا منشوف أنه الريح ضدنا منشوف الظروف حوالينا ضدنا العالم اللي حوالينا ضدنا من نقدرش نلاقي الأشياء اللي إحنا فتشنا عليها وبدنا إياها تخدمنا لمصلحتنا لكن منشوفها إنها عكسنا وماشية مخالفة للطريق اللي إحنا ماشيين فيه وبيقول ونحو الهزيع الرابع آخر شيء من الليل أتاهم ماشيين على البحر هاي القصة كلنا منعرفها ومنعرف إنه فيه لنا مواعيد وإنه في الهزيع الرابع بيجي يسوع مرات كتير لما مندخل في ظروف صعبة ومنقرأ هاي المواعيد منسير منقول لي يا رب إمتهى الهزيع الرابع بده يجي تأخرت علينا أنا لما زوجي مرد كنت دائما يجي يقولولي في الهزيع الرابع الرب بيجي وفي الهزيع الرابع ضليت أستنى وزوجي توفى وانتقل لعندي الرب صرت أفكر طب وين الهزيع الرابع يا رب مرات كتير إحنا منفكر إنه الله بيحطنا في ظروف وبيسمح للظروف إنها تضغطنا وتهيننا ومنعرفش إنه يسوع واقف على الشط وشايفنا ومراقب كل شيء إحنا منجتاز فيه حتى في ظروف الموت منجتاز فيها هو موجود واقف جمبنا بس إحنا مش شايفينه ليش؟ لأنه ظلمة لأنه ليل لأنه إحنا مش قادرين نفهم ليش هو وصلنا لهالمرحلة هاي وألزمنا أو سمح بهذا الظرف المر فيه بعرفش أنا لمين بحكي بس أنا بعرف إنه هذا الشيء أنا تعلمته من حياتي وإحنا في ظروف صعبة لازم نثق إنه الله ما تركنا واقف وعلى الشط وبيراقبنا وبيصلي كان أكيد هو بحمينا برفعنا بعيننا بساعدنا عنده طريقة غير اللي يمكن لما إحنا نفشل من كل طرقنا بتدخل ما بعرفش الجواب بس بعرف إنه أنا كنت أستنى للهزيع الرابع ولما صار الهزيع الرابع وفأدت زوجي ما قدرتش أفهم إنه يسوع كان معي وإنه يسوع كان بيراقبني لغاية ما قرأت هاي القصة وبعدين شوفوا كيف هل أتاهم ماشين على البحر وأراد أن يتجاوزهم إحنا ما صدقنا وشفناك يا يسوع كمان بك تتجاوزنا وتروح عنا بعيد وإحنا ياما منشوف يسوع في ظروفنا الصعبة كأنه واقف بيراقبنا وبعدين بيسمح لنا نمر في الظرف الصعب وبعدين لما بيمر من جمنا بده يتجاوزنا ويتركنا ويمشي فكركم هل يسوع بتركنا ويمشي؟ هل منهون عليه إنه يتركنا ويمشي؟ هل منهون على الرب إحنا ولاده اللي شكلنا وعملنا بهالطريقة هاي وسمح بإنه إحنا نكون موجودين ونحبه ومرأة كتير منصلي له منقوله يا رب ما أنا عملت لك أعمال كتير ما أنا خدمتك سنين طويلة ما أنا حبيتك كتير ما أنا أظهرت اسمك ما أنا شهدت عنك ليش ما بتسمح بإنك تستجيب الصلاة؟ ليش بتسمح إنك تتجاوزني وتمشي؟ أنا ما عنديش جوهق ببعرفش بس مرات كتير أنا بفكر بنفس الطريقة ولما بفكر بنفس الطريقة هذا الفكر إذا استخدموا إبليس في حياتنا ببعدنا عن مشيئة الله ببعدنا عن الخطة الإلهية اللي الله وضعها في حياة كل واحد فينا بيخلي يصير عنا فكر تشويش فكر شك وفكر ملوث ومشوش عن الله كيف بدنا نرجع أفكارنا ونثق بإنه هذا الشخص اللي ألزمنا اللي سمح بالظروف الصعبة واللي ماشي بجمدنا بدي يتجاوزنا هو شخص بيهتم فينا هو شخص بيحبنا لازم نتكل على كلمته كلمته بتقول المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج إذا فعلا نثق إنه محبة الله كاملة إلنا بروح الخوف حتى لو إحنا معذبين في السفينة حتى لو إحنا منعرف كل طرق البحر بس مش قادرين نطلع منها هو بيحبنا وهاي المحبة هي اللي بتعطينا الثقة فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا شوفوا حتى ما عرفوهوش ويا ما مرات في ظروف كتيرة بيمشي يسوع بجمبنا أو بيكون قاعد جمبنا بدي تحدث إلينا وإيش منسوي؟ منظن إنه خيال فمنصرخ ويا ما مرات نفتح الكتاب المقدس بدنا نصلي مش قادرين نصلي فمنصير نعيد المزامير أو منصير نعيد صلوات مكتوبة وكأنه منصرخ للرب يا رب سامع أنت الصلاة وما منتكلم له بكلمات من قلبنا وما منقول له عن الإش اللي عم بعذبنا وممكن نروح نحكي لكل الناس عن المشكلة بس ما نحكيش للرب عنها أنا بحكي إلى حالي يعني مش لقلكم أنا بجتاز في هاي الظروف وبروح بعمل نفس الشي بفتح الكتاب المقدس وبقول يا رب يا رب أنت مخلصي أنت سخرتي وببقى أصرخ وأنا مش شعر في داخلي إنه فعلا متكلى عليه ومش شعر بإنه أنا فعلا رح أقدر أطلع من الجو اللي أنا فيه بعدني شعر إنه الماء عم تغرقني والليل طويل وإنه أنا معذبة في نص البحر ولما أشوفه ماشي على البحر بصير أخاف منه وبظنه خيال وبصير أصرخ لا إله ليش؟ بقولي أن الجميع رعوه واتطربوا شوف الإضطراب بيخلي تشويش بالفكر الإضطراب بيخلي شك في الإيمان الإضطراب بيخلي الواحد ما يقدرش ياخد قرار صحيح فإحنا لازم نعيش حياتنا في الإيمان متكلين عليه بعرفش إيش الطريقة اللي بتريح كل واحد فينا بس أنا بعرف أنه أنا لما بكون مضطربة عن حالي بدل ما تجيني هاي الأفكار اللي بتهاجمني بالإضطراب والخوف والشك في مواعيد الله بصير أعيد لنفسي مواعيد الله اللي فيها إلي شيء عظيم بصير أرجع هقول له أنا بثق بأنك أنت راعية أنا بثق أنه اللي بثق بكلامك بيكون يبني على الصخر في حياته أنا بثق يا رب بأنك أنت مخلصي ومتكلي وأنا بثق يا رب أنك أنت إذا ماشي جنبي أنت ملاحظ ظروفي يعني كيف بيقول بولوس واعظين أنفسكم كل يوم بدل ما أنا أخلي أفكار الشك تاكلني من جوا وأظل مضطربة ومش عارفة وين أوقف على أي بر أمان لا أثق بأن الله عنده مواعيد لإلي بقول فللوقت يكلمهم وقال ثقوا أنا هو لا تخافوا وهذا اللي إحنا بدنا نسمعه ثقوا أنا هو لا تخافوا كلمة أنا هو أنا يهوى الذي أهيع يعني أنا هو الله الناس لما كانت تسمعها في العهد القديم أو الله يقولها تسقط على وجهها من الخوف حتى الجند لما أجوا يمسكوا يسوع قالهم من تطلبون آل يسوع قال أنا هو قال وقعوا على وجههم من الخوف لما الله بتكلم إلنا وبيكون في الحضرة أمامنا فيه بيكون خوف لكن شو قالهم لا تخافوا فيه فرع بين الخوف من الله وخوف الله الخوف من الله أنا ببعد عنه أنا ما بشوفه جنبي بظنه خيال بشوفه مش مهتم من لي لكن خوف الله في قلبي بيعطيني احترام لأله وتقدير لأنه هو بيسمح في ظروف لكنه هو معي شو سوى؟ صعد إليهم إلى السفينة في سكانة الريح واليوم كل واحد فينا يدعي يسوع يصعد إلى سفينة حياته يصعد إلى سفينة ظروفه يصعد إلى الأمور اللي إحنا عم نفكر فيها مش ملاقين لها جواب ييجي يساعدنا من الاضطراب والخوف اللي إحنا فيه حتى لو كان الهزيع في الليل الرابع وآخر الليل وكله ظلمة وإحنا مش شايفين وبعدين قال بوهتوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية ليش بوهتوا؟ ليش تعجبتوا؟ ما هو يسوع؟ مش شفتوا بسكة البحر؟ مش شفتوا بطعم الألوفات؟ مش شفتوا بقيم الموتى؟ مش شفتوا بيشفي الأمراض؟ يسوع اللي كان يجول يصنع خير يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس قدر يغير ظروفكم ليش هون تعجبتوا؟ وإحنا يا ممرات الله بيغير ظروفنا وبتعامل معنا لكن إحنا ما بنا نتغير وما بنا نقبل التغيير اللي الله عطانا إياه وبنا نظل متمسكين فيه خبراتنا السابقة وبنا نظل نفرجيه قوتنا بعضلاتنا وإنه إحنا منقدر نعمل قال ليش؟ لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة الرب لا يعطينا قلوب غليظة الرب يعطينا قلوب رقيقة قلوب تحبه قلوب تفهم كلمته قلوب تستوعب إيش بعمل في حياتنا قل لي يا رب تعال على ظروف حياتي تعال لو في الهزيع الرابع أنا بدي أفهم بديش قلبي ضل غليظ بديش أنا خبرتي تخلصني لكن بدي أنت يا رب كلمتك تخلصني بدي ثقة فيك تخلصني بدي أعرفك أنت واقف في كل ظروف حياتي وتخلصني وبدي أعيش هاي الحياة معاك لأن أنا بحبك وبحب أعيش إليك يا رب في هاليوم سامحني لأني فكرت فيك بطريقة غلط وساعدني أشوفك وإذا أنت سامح بهذا الظرف أنا عارف أنك أنت معاي وأنا بشكرك على معيتك إلي وأنا بثق أنك لما تدخل سفينة حياتي رح تغير كل الظروف فتعال أدخل يا رب اليوم باسم يسوى أمين تثقوا أنه الرب دخل حياتنا أمين خليكون عندنا هذا الثقة وهذا الالتزام بهذا الرب ربي بارككم وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق اشتركوا في القناة